وكنا مسيطرين في المستقبل لو نائب الوزير يحتاج أن يطلع مؤقتا بمسؤوليات المكتب فهي وآخرون سيتم إشعارهم بما في ذلك غرفة العمليات في البيت الأبيض وكذلك المسؤولين الكبار في الوزارة السبب وراء ذلك سيكون مشمولا كتابة أود منكم أن تعرفوا لماذا حدث هذا لقد علجت من سرطان لبروستاتا وأعرف أن هذا صدمني وصدم الكثيرين وكان هذا مؤلما وبصراحة حدثي الأول كان أن أحافظ على سرية الموضوع أنا شخصيا إنسان أعتمد على السرية ولكن تعلمت من هذه التجربة أن الاطلاع بهذه الوظيفة تعني التخلي عن بعض الخصوصية الشعب الأمريكي يجب أن يعرف أن القادة يواجهون تحديات صحية قد تؤثر على مهامهم ولو مؤقتا كأجيب الشعر خاصة الرئيس سأجيب على أسئلتكم اليوم ولكن كما تعرفون هناك مراجعة داخلية وكذلك مراجعة المفتش العام لوزارة الدفاع ونحن ندعمه علينا أن نناقش بعض هذه المجالات في وقت لاحق الآن دعوني أتراجع إلى الوراء قليلا كما تعرفون في الثاني والعشرين من ديسمبر كان خضعت إلى إجراء صحي بسيط وتم تشخيصي وواجهت حظا سيئا في عملية تعافي عادة ما تكون طبيعية في البداية كان هناك ألم في الرجل وفي البطن وفي الحوض أحد سيارات الإسعاف أخذني إلى مستشفى والتر ريد وهناك وجدنا بعض الأشياء الأخرى مثل عدوى أو التهابات في المثانة وأشياء أخرى وعانيت أيضا من ارتفاع درجة الحرارة ومن أشياء وأعراض أخرى أبقوني في المستشفى لعملية مراقبة واهتمام من قبل الأطباء نائبة الوزير اطلعت بمسؤوليات المكتب وهذا يحدث عند الضرورة وكبار موظفيها وكبار موظفي أنا وهيئة الأركان تم إشعارهم وأنا لم أوجه أي أحد أن يبعد أخبار وجودي في المستشفى عن البيت الأبيض في الخامس من يناير اطلعت بمسؤولياتي من المستشفى وبقيت في المستشفى لفترة إضافية لعلاج إضافي بما في ذلك العلاج الطبيعي لأشياء تتعلق برجلي أنا أتحدث عن كل هذا كشرح وليس كمبرر أنا فخور بما حققناه في وزارة الدفاع في السنوات الماضية ولكننا لم نقم بواجبنا في هذا الموضوع وكقاعدة أنا أستطيع أن أقول لكم أنني اعتذرت مباشرة للرئيس بايدن وقلت له أنني آسف لأنني لم أعرفه فورا بأنني تلقيت تشخيص صعب وأخضع للعلاج لقد استجاب بكل عطف وأي أحد يعرف الرئيس بايدن يتوقع ذلك وقال أن لديه ثقة كاملة فيه وأخيرا أنا فقدت فرصة أن أرسل رسالة بخصوص وضع الصحي أود أن أصحح هذا لقد تم تشخيصي بسرطان عادي وشائع واحد من كل ثمانية وواحد من كل ستة من السود يصاب بهذا المرض ويكون هناك تشخيص وسرطان البروستاتة يمكن أن يعالج إذا تم تشخيصه التأثيرات الجانبية التي مررت بها غير عادية أبدا يمكن أن تعتمدوا علي كي أكون مثالا في هذا الموضوع اليوم وباقي حياتي اليوم أود أن أشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة لي ودعمهم وبهذا أجيب على أسئلتكم شكرا أسؤال الأول لأسوشيات بريس شكرا معالي الوزير لقد قل أنك لم تطلب من أي أحد أن يخفي هذه المسألة على البيت الأبيض هل طلبت منهم إخفاءه عن الجمهور وعن المسؤولين في أعلى المستويات وإذا وقع ذلك هل هناك من إجراءات تأديبية بما تعلق بسوريا والعراق ما هو إجابتك اليوم على أن هذه الملاشيات لن تقوم بمزيد من الهجمات الصباح الخير يا ليدا للإجابة على سؤالك هل أنا وجهت موظفية لإخفاء وجودي في المستشفى عن أي أحد آخر الإجابة لا من ناحية ردي على بيان كتائب حزب الله نحن دائما نستمع إلى ما يقوله الناس ولكننا نراقب ما يفعلونه ومرة أخرى الأفعال هي كل شيء وسنرى ما سيحدث في المستقبل سؤال الثاني من فاكس مع الوزير عندما كنت في الرعاية المركزة وقع هجوم ضد قائد ميليشيا عراقي كيف يمكن أن تفسر ما كان يمر بذهنك في ذلك الوقت وكانت هناك إجابة على الضربة الإيرانية نهيك أن أحد المسؤولين الإيرانيين غادر إيران فيما يتعلق بالضربة في الثامن من يناير هذه الضربة كانت مخططة وأنا رفعت توصيات بها إلى الرئيس بشأن أفعال يجب أن نقوم بها والرئيس اتخذ القرار وبناء على هذا القرار السلطة أعطيت إلى القادة وكما تعرفين ضربة مثل هذه لا يمكن أن تختار الوقت الدقيق وتريدين أن تقللي من الأخطار الجانبية والتأكد أن كل شيء سيسير على ما يرام وبالتالي القادة هم الذين يسيطرون على مجالات هذه الضربة بالنسبة للتخطيط والتوصية كنا نعرف أن هذا سيحدث خلال أيام من ناحية التعريف بالضربة وهل الناس يغادرون أو غادروا أنا لن أتكهن بشأن أي من هذا ولكن أقول لكي نحن سيكون لنا رد متعدد المستويات ومرة أخرى لدينا القدرة على الرد بمرات عديدة حسب الظروف رويترس معاني الوزير ماذا كان معروف حول حالتك الصحية فيل من ناحية ما كانت تعرفه أو لا تعرفه يجب أن ندع هذا يخرج علينا من المراجعة لن أتكهن بشأن ما كانت تعرفه أو لا تعرفه بناء على المعلومات التي زودت بها مرة أخرى التفصيلات ستأتي من هذه المراجعات معاني الوزير قلت أنك لم تعطي تعليمات لفريقك لإخفاء هذا الموضوع على البيت الأبيض ولكن هل تعتقد أن وقع تفسير لرغبتك في هذا الاتجاه؟ لا أعتقد أنني خلقت ثقافة السرية سيكون هناك ضباط أمن وموظفين ربما تصوروا أنهم يفعلون أشياء تعود علي بالنفع ولا أستطيع أن أتنبأ أو أحدد ما هي هذه الأشياء أنا أعرف ما قلته وما لم أقله ولدي موظفين رائعين وهم دائما يريدون ويعتزمون عمل الأشياء المناسبة هل تم السير بطريقة جيدة؟ لن أتكهن شكرا ونتمنى لك باستعافة سريعة فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط مسألة ردع هجمات الحوثي وميليشيات أخرى هل أن الردع أخفق؟ وإذا كنت سترد الفاعل في الوقت الذي تختاره هل هذا سيمثل تصعيد نظرا لما نسمعه من إيران وفيما يتعلق بالاستعافة هل شعرت أن حالتك الصحية قد تفرض عليك الاستقالة نظرا للوضع؟ من ناحية الاستقالة الإجابة لا من ناحية التصعيد في الشرق الأوسط هدفنا هو التأكد من أننا نحتوي هذه الأزمة في غزة وأننا نمنع الأمور من الانتشار والتحول إلى نزاع أوسع هناك الكثير من الأنشطة في المنطقة ولكن دائما كانت هناك أنشطة وأنت تعرف أذرع إيران كانت تهاجم قواتنا حتى قبل السابع من أكتوبر ويمكن أن نعود ونحصي عدد الهجمات قبل السابع من أكتوبر ولم تكن هجمات غير مهمة هناك أشياء تجري حاليا أو أشياء لا تجري حاليا ونحن لا نرى نزاعا بين إسرائيل وحزب الله وأعتقد إدارة هذا تمه بطريقة جيدة ونحن لا نزال على اتصال مع نظرائنا الإسرائيليين للتأكد من أن هذا لا يتحول إلى حرب على جبهة جديدة إسرائيل أيضا لا تنخرط في نزاع مع دول في المنطقة ونحن لسنا في حالة حرب مع إيران الحوثيون يقومون بأعمال غير مسؤولة وغير قانونية وهدفنا هو التأكد من أننا نستمر في حرمانهم من القدرات كي يتوقفوا عن عمل ما يقومون بعمله هذا ليس موضوع أمريكي هذا موضوع الدولي ونحن إما أن نكون جدين بشأن حرية الملاحة أو لا نكون جدين وبالتالي نحن ننظر على شركاء مثل بريطانيا وآخرين ينضم إلينا في هذه المهمة هذا الجهد المسألة تتعلق بحرية الملاحة هناك آخرون في العالم يراقبوننا ليروا مدى جديتنا ونحن جدون شركاؤنا وحلفاؤنا أيضا جدون وهذا يجعل الدول أو يكلف الدول والشركات مقادير كبيرة من الأموال عندما اضطروا إلى إعادة توجيه مصار السفن الحوثيون أنشطتهم يجب أن تتوقف ونحن ندعو إيران أن تتوقف عن تزويد الحوثيين بهذه الأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها في الهجوم على السفن في البحر الأحمر وباب المندب كل تعطفنا على الأقل على قدم واحدة لقد قلت أنك لم تطلب أبدا من موظفيك إخفاء وضعك الصحي من البيت الأبيض ومن أي شخص آخر هل أنا زوجتك أو أي إنسان آخر طلب منهم القيام بذلك؟ حسب معرفتي أنا لا أعرف ما إذا كان أحدهم من الموظفين قال ولكن هذه الأشياء سوف تظهر في المراجعة أعتقد أن علينا أن ندع الحقائق تخرج مع المراجعة سؤال آخر لقد ذكرت في ملاحظاتك الافتتاحية أن هذه فرصة للحديث حول سرطان البروستات في مجتمع السود هل تأسف لأن هذه السرية منعت مقيم بذلك؟ أنت ذكرت ربما ليس موضوع سرية قدر ما هو موضوع خصوصية هذه فترة أو فترة السرطان هذه مسألة خصوصية ربما هناك من هو مريض بالسرطان في هذه القرفة أنا أعرف أن هناك على الأقل اثنين أو ثلاثة ولكن تعرفين مدى الخصوصية وتعرفين شعور الإنسان عندما يعرف التشخيص الأولي حتى في أوساط الأمريكيين من وصول إفريقية هناك ميل للحفاظ على السرية المسألة هي خصوصية أكثر منها سرية في حالتي كان علي أن أبلغ رئيسي لم أفعل كان هذا خطأ ومرة أخرى أنا أعتذر له على ذلك معالي الوزير زرت المستشفى في 22 من ديسمبر هل كان موظفيك على علم بهذه الزيارة؟ ولماذا لم يعلم البيت الأبيض؟ رجعت إلى المستشفى في يناير أنا طلبت من مساعدي أن يطلب الإسعاف ولم أوجهه لعمل أي شيء آخر عدا طلب سيارة الإسعاف ما قاله ولماذا قاله؟ هذا سيظهر في المراجعة أيضا فيما يتعلق ب22 من ديسمبر هل كان الموظفين على علم؟ ولماذا لم يعلم البيت الأبيض؟ عندما ذهبت إلى المستشفى في 22 من ديسمبر ذهبت لذلك الإجراء الطبي وواجباتي نقلت إلى النائبة كان هذا مخططا وقررت أن أبقى أو أنضي الليلة في المستشفى كان هناك تخدير لي وفي اليوم التالي بعد الظهر أو في أول المساء نقلت السلطة متعلق بالموظفين معالي الوزير نتمنى لك كل الصحة والعافية وأبدأ بفترة زيارة المستشفى هل هناك أي شخص آخر في الوزارة كان سيواجه تأديبات لو قام بنفس الشيء؟ شكرا على السؤال لم نقم بالعمل بشكل صحيح وكما قلت أنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن فعل وزارة الدفاع لماذا لم يتم الإشعار الثاني إلى البيت الأبيض؟ المعلومات كانت متوفرة وأنا غير متأكد حاليا ماذا حدث بالضب ولكن التفصيلات ستظهر مع المراجعة فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط هناك مداولات حول ردة الفعل هناك أكثر من 150 هجمة وقعت لماذا الآن سنرد الفعل وليس في السابق؟ كما تعرف لقد قمنا بالرد عدة مرات وتخلصنا من أولا هجماتهم الكثير منها معظمها لم تكن فعالة ومعظمها دفعنا عن أنفسنا ضدها وفي كل مرة نقوم فيها بالضرب ليتخلص من قدراتهم فإننا نحقق ما نود تحقيقه هذا الهجوم كان في منطقة السكن في القاعدة منطقة نوم الجنود وكتائب حزب الله وعناصر أخرى استمرت في الهجوم على قواتنا ومرة أخرى أعتقد حاليا حان الوقت لتدمير قدرات أكثر مما دمرنا في الماضي لا نصف ردنا ولكن نتطلع إلى محاسبة المسؤولين عن هذا ونريد أيضا التأكد أننا مستمرون في حرمانهم من القدرات معاني الوزير أولا رئيس لجنة القوات العسكرية طلب منك إدلاء بشهادتك في وقت ما في المستقبل فيما تعلق بشرق الأوسط ما هي إجابتك على انتقاد الولايات المتحدة بجهة أنها وقع الحوثيون تمكن الحوثيون من التأثير عليها خاصة أن إيران تحرك الحوثيين ودور المعلن للمتحدة هو تقليس العنف في الشرق الأوسط ميسي الجزء الأول من سؤالك هل تتدي بشهادتك الكونغرس كان لديه أسئلة ذات صلة طرحوها علينا ونحن مستمرون في الإجابة على هذه الأسئلة ومستمرون في العمل مع مكتب الرئيس راجرز ليتطرق إلى أي قضايا أخرى أو أسئلة أخرى وسنستمر في التواصل مع مكتب الرئيس رئيس اللجنة هو فيما تعلق بشرق الأوسط لو نظرتي على ما يفعله الحوثيون إنهم يهاجمون السفن التجارية في البداية قالوا إنهم يهاجمون هذه السفن لأنها كانت تدعم إسرائيل هاجموا سفن فيها مصالح خمسين دولة لا تدعم إسرائيل هذه جريمة دولية وهذا يجب أن نفعل شيئا بالنسبة لرفع مكانة الحوثيين يجب أن نفعل شيئا نحن لا نتعمد رفع مكانتهم وإنما حرمانهم من قدراتهم على الهجوم على السفن وإغراقها والتي ليس لها علاقة بالنزاع مع إسرائيل معني الوزير هناك سيارة غولف في الممشا هل هذه وسيلة تنقلك الآن وما هو مدى ثقتك في الاستعافة التامة لكي تتمكن من العودة إلى هذه المهمة الشاقة لا أحد يدرك هذا أكثر مني هذه أول مرة أستخدم فيها عربة الغولف هذه بالمناسبة رجلي تستمر في التحسن والأطباء واثقون من ذلك وطبيبي والذي أعتقد أنه سادي طبيب العلاج الطبيعي هو أيضا لديه ثقة ولكن المسألة ستأخذ وقتا لا يمكن أن يعطوني عدد الأيام ولكن التحسن سيكون تدريجيا لن نكون مستعدا لدخول في الأولمبياد ولكن سيكون هناك تحسن شكرا معاني الوزير هل المتحدة في حاجة إلى القيام بأي شيء لردع الحوثيين وهل يمكن هذا أن يحدث بدون توسيع رقعة الصراع أعتقد أن الكل يدرك التحدي المرتبط بالتأكد من أننا نحاسب الناس المعنيين وأننا نفعل كل ما هو ضروري لحماية قواتنا وأننا ندير الأمور بحيث لا تتصاعد أعتقد أن في كل شيء نفعله ونحن نتخذ القرارات في مجلس الأمن القومي نحن ندير كل هذا وننظر على كل هذا ونستخدم كل أداء من أدوات القوة القومية للتطرق إلى هذا الموضوع هناك طرق عديدة لإدارة المسألة بدون أن يكون هناك تصعيد نتمنى لك الاستعافة السريعة معالي الوزير في ديسمبر في خطاب أن ألقيته في مكتبة ريغن قلت للقادة الإسرائيليين لهم يجب أن يحافظوا على حياة المدنيين منذ ذلك الخطاب توفي أكثر من 12 مدني لماذا لازلتم تدعمون هذه الحرب في الوقت الذي هذه الحكومة المتطرفة يقودها شخص يرفض أي حقوق للفلسطينيين وهناك من حكومته من يطالبون بإبادة الفلسطينيين هل أن الفلسطينيين لهم الحق في الكرامة كما قلت في أنجولا أنا قلت هذا في خطاب في مبنى ريغن أو منبر ريغن قلت هذا لنظيري السيد جالانت في كل مرة أتحدث معه وأنا أتحدث معه مرة أسبوعيا وأكدت على أهمية حماية أرواح المدنيين وأكدت أيضا على أهمية تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين هذا ضروري جدا هذا مهم لا يوجد أي شك في أن هذا النزاع كان نزاعا صعبا وقاسيا كما قلت في البداية نحن بدأنا في رؤية انتقال الإسرائيليين تغيير في مواقفهم وتركيز أكثر على على جهود مركزة أكثر على أهداف محددة وأعتقد نحن تحدثنا معهم قبل أسابيع وقالوا إنهم سيفعلون هذا وهم يفعلون هذا ولكن أنا سأستمر في التركيز والتأكيد والوزير بلينكين والرئيس بايدن يؤكدون على أهمية التطرق لموضوع الشعب الفلسطيني هذا ضروري جدا نحن نفعل المزيد ولكننا لا نفعل ما يكفي معي الوزير دعني أضم صوتي إلى الجمالة هل هذه المراجعة ستكون متاحة للعموم وهل أنك تلقيت استقالة من نائبتك أنا ملتزم بأن أكون شفافا قدر الإمكان ومشاطرة أكثر شيء ممكن تفهم أن هذا الموضوع يتعلق بالسيطرة والقيادة وسياسات الحكومة وبعض العناصر هنا سرية ونحن ملتزمون بالمشاطرة بأسرع وقت ممكن لا بمدير الموظفين هذا هو المقبل والمقبل والمقبل والقربية في التعليقات هنا هناك ، هناك إليس في هذا المقبل ولكن نحتاج إلى جيدة للقربية جميلة تتعليل